وينضم إلينا من رامالله إبراهيم إدعيق الرئيس مجلس النخيل والتمور سيد إبراهيم صباح الخير وكل عام وأنتم بخير بهذا الموسم كيف كان موسم التمور هذا العام يعني وليش صباح الخير لكم ولكل المشاهدين نعم يعني هذا الموسم تميز في بعض القضايا يعني أولا هو كان أفضل من الموسم السابق بسبب أنه يعني كانت مشكلة الكورونا في السنة الماضية يعني أثارها أكثر على هذا الموسم زي باقي القطاعات الاقتصادية لكن هذا الموسم اتميز بأنه المواصفات والجودة للطمر الفلسطيني المجول الخاصة كانت عالية جدا يعني زادت بنسبة من 60% كانت نسبة الحب الصالحة للتصدير إلى حوالي 75% وهذا يعتبر يعني ميزة اقتصادية لأنه هذا بزيد من عملية التصدير من هذا الطمر القضية الثانية هي قضية أنه ارتفاع درجة الحرارة كان لها أثر سلبي بحيث أنه كان توقعاتنا أنه يكون أكثر من 12 ألف طون لهذا الموسم إلا أنه يعني كان فيه انخفاض في الانتاجية توقعاتنا ما يتعدى الانتاج 11 ألف طون من 10500 إلى 11 ألف طون لكن هذا يعني بسبب الظروف المناخية التي نحن لا نستطيع أن نتحكم فيها لكن الحمد لله الهمة كانت عالية لمزارعيننا الانتاجية كانت في وقتها المواصفات كانت أيضا ذات جودة وميزة خاصة لهذا الموسم عشان هيك يعني عم نشعر أنه فيه هناك زيادة على الطلب لهذا المنتوج وخاصة في الأسواق العالمية ونخص السوق التركي ولكن ماذا عن المشكلات التي يعانيها قطاع التمور في الأراضي المحتلة؟ يعني هي المشاكل الرئيسية هي أولا باعتبار أنه هذا القطاع بتم زراعته في مناطق سي طبعا فيه يعني بشكل يوم معركي على مسألة من يزرع الأرض وبيحاولوا بكل الطرق الإسرائيليين أنهم صادروا كسم كبير من الأراضي بحاولوا أنهم يعني يمنعون حتى دخول بعض المناطق تحت حجاج عسكرية يعني أو أمنية القضية الأخرى وهي قضية المياه طبعا وهي تعتبر أساس يعني كل كيلو طمر يحتاج إلى كوب مياه عشان هيك يعني شجرة النخيل يعني فقط بتمريها بحوالي 70 كوب في السنة في ظل أن الطرف الآخر بوصل شجرة النخيل بتوصل حوالي 150 كوب في السنة عشان هيك إنتاجيتنا بتظل أقل مقارنة في الطرف الآخر بما يخص مسألة المياه عشان هيك بحاربونا بمسألة أنه ما نستخرج مياه جوفية حتى الأبار اللي قديمة يعني وترخيص هزم الأردن بحاولوا يمنعونا إعادة تأهيلها أيضا الينابيع نحن منحكي على حفر حوالي 12 بئر ارتوازي في سلسلة جبال الأهوار هاي كلها لصالح إسرائيل تقدر بإنتاجيتها بأكثر من 45 مليون كوب سنوي يعني قد دل منستهلكه في الضف الغربي وقطع غزة هذا إن دل بدل على أنهم بحاولوا سرقة هاي المياه أيضا من أجل إنه إحنا ما نستخدم قسم من هاي المياه الجوفية والمشكلة الأخرى هي مشكلة السوق لأنه بحاولوا كمان إنهم يحاربونا إن كان في السوق المحلي بإدخال بعض لمنتوج الطمر السيء اللي موجود عندهم أو بحاولوا في الأسواق العالمية إنهم يحاربونا من خلال دعم إنتاجهم حتى يقدروا ينافسونا في الأسواق العالمية طيب بكل الأشكال بحاولوا يحاربوا هذا القطاع يعني هنا يبرز السؤال يعني ما الذي يمكن فعله لمقاومة هذه الإجراءات المجحفة سواء بالنسبة للمنظمات المعنية بالنخيل وبالطمور كأحد أهم مسببات الغذاء في العالم أو بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالإغراق وغير ذلك والله إحنا مش معاولين كثير يعني على أي جهات خارجية بالأساس إحنا منعتمد على إمكانياتنا يعني الحمد لله مزارعنا الفلسطيني أولا ثابت في أرضه ومهما كانت الإجراءات الإسرائيلية يعني لن نتخلى عن هذه الأرض واصطراع على شبر أرض يعني كل شبر أرض منزرعه ومنعتبره هو يعني أكثر اضمننا إنه إحنا ندافع عنه بكل إمكانيات عشان هيك يعني هم بيحاولوا دعم المستوطنات يعني كل مستوطن إسرائيلي بيحاولوا يمنحوه بقيمة حوالي 60 دنم من النخيل مجانا حتى يثبتوه في الأرض إحنا قناعتنا وباعتبار أنه هذا انتماءنا لأرضنا هو اللي بيثبتنا في هاي الأرض عشان هيك يعني إن كان على المدى القريب أو البعيد إحنا قناعتنا هاي الأرض هي أرض فلسطينية وراحها تعود إلنا بكل الطرق والأشكال أما المنظمات الدولية فيعني مهما سمعنا من قرارات مع احترامنا لكل هاي المنظمات لكن ما زلنا منشوف أنه يعني دورها محدود في تنفيذ محاربة هذه السياسة الإسرائيلية باتجاه مزارعينا وباتجاه شعبنا الفلسطين شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم إدعيق رئيس مجلس النخيل والتمور كنت معنا من رام الله اشتركوا في القناة